قوم به مصر حكومة وجيشا ورئيسا وشعبا ايضا في محاربة الارهاب امر يستحق الاشادة بل وبلا مبلغة امر يستحق التصفيق مصر من وجهة نظري هي الحامل اولى لاوروبا من خطر الارهاب الامن المصري شرطة وجيش حين يقدم تضحيات انما هي تضحيات لمصر والاوروبا والعالم باختصار مصر تحارب الارهاب بالانابة عن العالم والعالم الذي يعرف هذا يعرف ايضا ان قطر من اكبر دول الدعمة والممولة للارهاب وهو امر لا يخفى على احد ولا يحتاج نقاش لانه ثابت هل تعتقد ان مرشح الرئاسة الفرنسي في اونا حين قال ان قطر هي رأس الارهاب في العالم كان يطلق كلام مجازي على الاطلاق هذا الرجل كان رئيس وزراء لفرنسا في يوم من الايام وما قاله هي معلومات استغباراتية مؤكدة كل الدول التي تحارب الارهاب في مقدمتها مصر تتعرض لعمليات انتقامية من الارهابيين على الرغم من قوة اجهزتها الامنية بل ان اكبر الدول على المستوى الامني لم تسلم من هذه العمليات مثل الولايات المتحدة الامريكية، فرنسا، بلجيكا، المانيا، هولندا، اسبانيا، انجلترا، مصر، تونس، العراق، السعودية كل هذا ما عدا قطر هل تمتلك قطر اجهزة امنية اقوى من كل هذه الدول ام انها حليف للارهابيين على اي حال الاهم بالنسبة للان هو تقديم كل الشكر والدعم للرئيس المصري السيسي لمحاربته الارهاب بالانابة عن العالم ولحماية العالم من هذه الافة